بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أيها الإخوة الكارم قراءتنا في هذه الليلة المباركة في علم الفرائض وفي قسمة التركات وهذا العلم قلنا يعتبر من أهم العلوم بل هو من فروض الكفاية ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط العثم عن الباقين وإلا آثم الكل إذا قام به من يكفي يعني من يقوم بقسمة التركات على الوجه الأكمل ويعطي كل ذي حق حقه برئ الكميع وإلا فإنهم يأثمون لأنهم قصاروا في معرفة علم يحتاج إليه الكبير والصغير يحتاج إليه الغني والفقير يحتاج إليه الذكر والأنثى حتى الحمل وهو في بطن أمه قلنا له مساعل سأل أحد الإخوان البارحة قال الحمل هل نقول تصالحوا قلت لا يا أخي لا تقول تصالحوا وإنما له مساعل نطلب منهم التريث نطلب منهم التريث حتى تضع المرأة حملها لأنه قد يكون تسعة أشهر وقد يكون أقل في الغالب فيتريث حتى تلد المرأة وقلت بأنه مر بقضية جاء أربابها وقالوا توفي والدنا وله زوجة حامل ونحن نريد قسمة التريث قلت ما دامت حامل تريث قالوا لا علينا التزامات ولنا ظروف خاصة ونريد الإنجاز فلما ألحوا عملنا لهم المسائل التي ذكرها العلماء يعمل للحامل ست مساعل نفرض أولا يعني عرفنا بأن فلان مات وانحصر إرثه في زوجتي فلانة وهي حامل وابن وبنت وإلى آخره نذكر الموجودين ونقول وهنا وفيه حمل فنفرض أن الحمل ذكر ونقسم المسألة ثم نفرض أن الحمل عنثى ونقسم المسألة ثم نفرض أن الحمل ذكرين ونقسم المسألة ثم نفرض أن الحمل أنثيين ونقسم المسألة ثم نفرض أن الحمل ذكر وأنثى ونقسم المسألة ثم نأتي بالسادسة ونفرض أن الحمل مات في بطن أمه ولم تخرجه حيا ونقسم المسألة فيكون عندنا ست مسائل ذكر أنثى ذكرين أنثيين ذكر وأنثى ميت ثم نخرج الجامعة لهذه المسائل الست ونضعها على جانب نضع الجامعة على جانب هذه المسائل الست ثم نأتي لكل واحد من الورثة ونعامله بالعظر بالعظر من هذه المسائل الست ثم نوقف الباقي حتى يخرج الحمل من بطن أمه فنعطيه حقه وما زاد عن حقه أعطيناه لمستحقه فأقول أيها الأحباب هذا علم مهم جدا وهو كما يقول العلماء ينسى وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد كيف ذلك؟ يعني يكون عندنا مسألة مناصخات رجل توفي عن ثلاثة أولاد ولم يقسموا التركة ثم مات أحدهم عن زوجتين وكذا وكذا ثم ماتت إحدى الزوجتين عن كذا وكذا ثم مات أبوه عن كذا يعني يمكن نصفها المكة يدخلون في هذه القضية فإذا جئنا وقلنا لشخص اقسم قالوا والله هذه مسألة كبيرة ولا أستطيع فإن الأمة تعثم لأنهم لم يعرفوا هذه المسائل التي تعتبر بالنسبة للأمة من الضروريات لإعطاء كل ذي حق حقه لأن مسائل الفراعظ تنزيل من عزيز حميد لا يمكن للإنسان أن يعمل برأيه ولا يمكن أن نقول هذا ابن بار نزيده وهذه أم حنون نعطيها أكثر وهذه زوجة مطيعة نزيد لها وذاك ابن عاق لا يستحق وتلك زوجة ناشز لا تستحق لا تنزيل من عزيز حميد يعطى كل إنسان حقه دون زيادة أو نقل أما إذا كان بار فالأجر من الله وإذا كان عاق فالله هو الذي يسأله لكن ما دام ثبت شرعيا أنه ابن فإنه يستحق وما دامت المرأة ثبت شرعيا أنها في عصمة زوجها فإنها تستحق بغض النظر عن كونه مطيع أو غير مطيع أو كذب أذكر مرة جاءني ناس وقدموا يريدون إثبات وفاة وحصر ميراث فعملنا طلبنا الشهود وطلبنا المزكين واستخرجنا الصك قال كفلان يوم كذا وانحصر إلتو في زوجته كذا وكذا إلى آخر بعد أسبوع وفي شهود ومزكين من جميع النواحي منضبطة جاءت واحدة دخلت المكتب قالت النبوي مات قالت رحمه الله قالت طيب أنتم خرجتوا صك ويراثة قلت نعم قالت طيب ما ذكرتوني نظرنا اسمها وش اسمي فلانا طيب ما هي موجودة كيف قال لي جاء يخرج الصك هو أخوها وما ذكرها استدعيناه قلنا طيب هذي أختك قال نعم قلنا طيب ليه ما ذكرتوها من ضمن البينات ومن ضمن المستحقين قال لا هذه عاقة شهر شهرين ما تمر على أبوي ولا تسلم عليه قالنا لا هذا الكلام ما يصلح إذا كانت عاقة فادعوها إلى الإطاعة وادعوها إلى أن تكون مطيعة لأبيها وأن تتقلها لكن تحرمونها من الإرض ولولا الجهل لا حصل لكم من التأذيب ما تستحقون فكتب في الصك تعليق بأنه تبين أنهم لم يذكروا فلانا وهي أحد المستحقين نقول أيها الأحباب هذا العلم من الأهمية بمكان وهو لا يحتاج إلى تطويل ليس في مسائل طويلة أو معقدة أو متشابكة وإنما عبارته سهلة وأسلوبه واضح لا غموض فيه ولا إشكال ومن من يختص بهذا العلم من لو قرأ الرحبية وجد أنها يعني عبارتها سهلة أسباب الميراث أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب مع بعدهن للموارث سبب في عندنا سبب رابع وهو محل خلاف وهو بيت المال هل هو سبب أو لا فالمالكية رحمهم الله يقولون سبب والشافعية رحمهم الله يقولون إذا أنت أضم والحنابلة والأحناف رحمهم الله جميعا يقولون لا ليس سبب وإنما بيت المال يحفظ المال عن الضياء وليس سببا من أسباب الإرض أقول أيها الأحباب بأن هذا العلم في مذكرات صغيرة ووقفت على عدد من المختصين في الزمن الأول في الصدور المفضلة في العصور المفضلة الواحد ما يقرأ ولا يكتب ومع ذلك تجده مليما بهذه المسائل عارفا بها متمكنا من الحل الصحيح دون تعثر أو دون انحراف أو دون خطأ سألني أحد الإخوان مرة قال إنه ورد له سعال بأن اثنين إخوان إخوان من الأم والأب مات أحدهم فورثه أخوه مات الأخ الثاني هذا وورثه ابن أخوه وبنت أخوه السؤال اسمعوا يا أخوان ورثه ابن أخوه يعني عندنا اثنين هم إخوان مات أحدهم بقي الثاني الثاني هذا لما مات الذي يرثونه أولاد أخوه يقول ابن أخوه وبنت أخوه قلت وماذا قلت فيها قالها قلت ما ورثوه من عمهم للذكر مثل حظ قلت لا خطأ قال وليما قلت البنت ما ترث من عمها شيء البنت لا ترث شيئا وإنما المال للعبن المال الذي تركه العم كله إذا كان في عماير في العزيزية إذا كان في مثلا في حدة في بحر بساتين كذا أموال أرصد كله للعبن أما أخته فليس ترث قال وكيف ذلك قلت يا أخي لو قرأت أبيات الرحبية مع أن هذا اللي ناقشته يعني ممن يعني يطلب العلم ويحرص عليه والوارثات من النساء سبعوا لم يعطي عنثا غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت وبنت الأخ وبنت الأخ لا ترث بنت الأخ لا ترث فهذه المسائل أيها الأحباب يعني كثير من الناس قد يحصل لديه إشكال إذا لم يتعاهدها بالحفظ والدراسة والمتابعة والإستذكار يعني كتاب صغير مثلا نأخذه هو عدة الباحث أمس كان معنا هنا عدة الباحث ويلم وبالمسائل عندنا كتاب آخر الفوائد الجلية لوالدنا رحمه الله الشيخ عبد عزيز بن باز مختصر يقرأ الإنسان في ليلة أو ليلتين وهذا العلم سهل عبارته سهلة وأسلوبه واضح ولا تعقيد فيه ولا إشكال وإنما يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى دراسة فأقول عدد من المختصين في هذا العلم والذين برزوا فيه لا يجيد أحدهم القراءة والكتابة وإنما راسخ في ذهنه ماذا رسخ؟ رسخ بأن الذين يرثون النصف خمسة والذين يرثون الربع اثنين والذين يرثون الثمن واحد والذين يرثون الثلثين أربعة والذين يرثون الثلث ثلاثة والذين يرثون السدو السبعة وعددهم واحد وعشرين لا يمكن نجيب أزيد من واحد وعشرين على هذا فهؤلاء هم أصحاب الفروض الفروض المقدرة في كتاب الله مش معنا مقدرة أيها الأحباب الفروض مقدرة يعني محددة ومبينة ومفصلة وموضحة لا يمكن أن نزيد فيها ولا ننقص منها ما هو الفرض؟ يقول الفرض يعني في الكتاب اللي معنا الفرض لغة الحز والقطع واصطلاحاً يعني عند علماء الفراعي نصيب مقدر شرعاً يعني ما هو على حسب ما يرى الإنسان يعني فيه مثلاً الإنسان يوصي حسب ما أعطوا الجمعية الفلانية كذا وأعطوا الفقير الفلاني كذا وأعطوا المستشفى الفلاني كذا وابنوا لي مسجدي في هذه وصايا لكن هذا نصيب مقدر شرعاً لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وعندنا اليوم درسنا في العول ما هو العول أيها الأحباب؟ العول زيادة في السيهام ونقص في الأنصبات العول زيادة في السيهام ونقص في الأنصبات علي رضي الله عنه يخطب يوم على المنبر وجاء رجل وقال هلك فلا عن كذا وكذا وكذا قال للجدة السدس وصار الثمن أو وصار السدس تسعى السدس تسعى يعني عالة المسألة من ستة سبعة ثمانية تسعة عالة إلى تسعة فعطناها واحد من تسعة تسعى وهي تستحق السدس لكن حصل عول والعول وهو على المنبر مستمر رضي الله عنه قال صار نصيبها وهو السدس صار تسعى فالعول هو زيادة في السيهام ونقص في العنصبات نقول أيها الأحباب الفروض المقدرة في كتاب الله والمبينة في القرآن يقرأها الإمام في صلاتنا ونتعبد بها من كتاب الله عز وجل أهل النصف خمسة منهم الزوج والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب وأهل الربع الثنين الزوجة الزوجة وأهل الثمن واحد الزوجة أو الزوجات وأهل الثلثين أربعة البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات لأب وأهل الثلث ثلاثة الأم والإخوة لأم والجد في بعض أحواله وأهل السد السابعة وهم أكثر أهل الفروق أهل السد السبعة وهم أكثر أهل الفروق من هؤلاء السبعة الأب والأم والجد والجدة وبنت العبن والأخت من الأب وولد الأم سبعة عددهم 21 هؤلاء هم أصحاب الفروق لا يمكن أن نزيد عليهم ولا يمكن أن ننقص منهم عندنا الآن أيها الأحباب أصول المسائل الفروق المقدرة قلنا عن نصف والربع والثمن الثلثان والثلث والسدس أو بعبارة أخرى أقول النصف ونصفه ونصف نصبه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما أو بعبارة ثالثة أقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والثلث وضعفه وضعف ضعفه فهذه الفروض المقدرة التي فيها آيات تقرأ نقرأها ونرتلها في صلاتنا ونتلوها في المصحف حيث أن الله بينها وأوضحها قلنا في قبل يومين بأن سعد بن الربيع من أعيان الأنصار ومن وجهاء المدينة من الشخصيات الكبيرة في المدينة توفي شهيداً رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة عحد ترك بنتين وترك بنتين له أخ أخوه جاءوا جمعاً لترك سعد وأخذه قال الزوجة ما يسير هذا طيب قل البنات قال لا أنا هذا نصيبي فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أخاك سعد قد استشهد معك في أحد وإنه ترك ابنتيني وإن أخوه يعني أخاه جاء وأخذ المال ولم يترك شيئاً والبنات لا يتزوجن إلا إذا كان لديه النمال سمع النبي عليه الصلاة والسلام قضيتها فقال يكون خير إن شاء الله أو بعبارة مثل هذه فلما نزل الوحي من السماء فيه بيان لهذه القضية استدعى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل واستدعى المرأة وقال لك الثمن يعني زوجة سعد لها الثمن لوجود الفرع الوارث وللبنات تقول للبنات ما يتزوجن إلا لهم مال وليا قعداً بدون زواج وللبنات الثلثين وما بقي فهو لك يقوله النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أيها الأحباب يعني مسائل محددة ومبينة وموضحة لا يمكن للإنسان عن يعني حسب الهوى أو حسب ما يرى عقله أو ما يمليه ضميره وإنما الأم لها حالات والأب له حالات قلنا الأم لها ثلاث حالات أو أربع الأم لها أربع حالات لها حالة تأخذ الثلث وحالة تأخذ السودس وحالة تأخذ ثلث الباقي في المسألتين العمريتين وحالة الرابعة نقول ما لها شيء لأنها يعني كان فيها سبب من موانع يعني مانع من موانع الإرث وحالة أخرى نقول ترث بالتعصيب إذا كان هناك ملاعنة ومر بنا أحكام الملاعنة وقد حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذه مسائل أيها الأحباب يعني ينبغي لنا أن نهتم بها وأن نتعاهدها وعوصي أخوتي الذين سعدنا بهم في هذه الليلة المباركة أن يعخذوا من هذه الكتب وما فيها من درر وهي مختصرة ليقرؤها هناك ويتناقشون مع من لديه إلمام ومعرفة بهذا العلم لأنه إذا ما تعاهده الإنسان بالدراسة والبحث فسرعان ما ينساه وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجده انتهينا أيها الأحباب من الفروض المقدرة بقي أن نعرف أصول المسائل المسائل كم أصول نقول المسائل لها سبعة أصول مسائل الميراث لها سبعة أصول ما هي هذه السبعة؟ أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 6 وأصل 8 وأصل 12 وأصل 24 عندنا سبعة أصول ما في عندنا أصل 5 ولا في عندنا أصل 7 ولا في عندنا أصل 9 وإنما عندنا أصل 2 توفيت فاطمة عن زوج وأخت شقيقة أقول المسألة من اثنين الزوج له النص والشقيقة لها النص أصل اثنين وأصل ثلاثة توفي محمد عن بنتين وعم البنات لهن الثلثين ومخرج الثلثين من ثلاثة وما بقي فهو للعم أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة إذا كان فيه ربع وأصل ستة إذا كان فيه سدس ونصف أو ثلث وأصل ثمانية إذا كان فيه زوجة مثلا تأخذ الثمن وفيه نصف وما أشبه ذلك وأصل اثنين عشر إذا كان فيه ربع وثلث وسدس وأصل اربع عشرين إذا فيه ثمن وسدس وهكذا هذه لصول السبعة منها ثلاثة تعول وأربعة لا تعول ثلاثة تعول وأربعة لا تعول ما هو العول؟ العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء فالأصول التي تعول أصل ستة وأصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين والتي لا تعول أربعة أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية هذه لا تعول وأصل أصل ستة يعول أربع مرات إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة أقول أيها الأحباب نمثل مثلا للعول هلكت ليلى عن زوج وشقيقة وعخت من الأب زوج وشقيقة وعخت من الأب أقول المسألة من ستة لأن فيها سدس ومخرج السدس من ستة الزوج له النص ثلاثة والشقيقة لها النص ثلاثة والأخت من الأب لها السدس واحد ثلاثة وثلاثة ستة واحد سبعة ارتفعت من ستة إلى سبعة فأنا أقول للزوج لك النصف وأنا أعطيه ثلاثة من سبعة وأقول للشقيقة لك النصف وأنا أعطيها ثلاثة من سبعة وأنا أقول للأخت من الأب لك السدس وأنا أعطيها السبعة لو فرضنا معهم جدة تكون المسألة أيضا من ستة وتعول إلى ثمانية لو فرضنا معهم أخ أو أخت من الأم تعول إلى تسعة مثلا نقول هلكة أو هلكت عن زوج وشقيقة وأخت من الأب وأخت من الأم وجدة نقول المسألة من ستة الزوج له نصف ثلاثة والشقيقة لها النصف ثلاثة والجدة لها السدس والأخ من الأم له السدس أيضا أو الأخت من الأم فتكون مثلا وصلت إلى ثمانية أو وصلت إلى تسعة أقول للزوجة النصف وأنا أعطيه ثلاثة من تسعة وأحيانا نقول لك النصف وأنا أعطيه ثلاثة من عشرة أقل من الثلث وأقول للشقيقتين الثلثين وأنا أعطيه أربعة من تسعة أقل من النصف هذا يسمى بالعول والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء وخلاصة الأمر أيها الإخوة أن هذا العلم عبارته سهلة وأسلوبه واضح لا غموض فيه ولا إشكال وإنما يحتاج منا إلى المتابعة وإلا فإنه سهل وواضح لا غموض فيه ولا تشابك ولا يعني تعقيدات وإنما يحتاج إلى متابعة وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأمس البارحة كانت قراءتنا في عدة الباحث وفي الكتاب في الفرائح أما اليوم قراءتنا في كتاب الكافي لابن قدامة وفي موضوع الفرائح أيضا يعني مع الأبواب التي هي مغاب الفقه باب يتعلق بالفرائح وقسمتها لأن الموفق رحمه الله ابن قدامة ألف أربعة كتب ألف العمدة للطلبة المبتدئين وألف المقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم وألف الكافي وهو هذا لمن قطعوا مرحلة أطول ويعني حصل عندهم يعني تتبع واجتهاد وملاحظة وألف بعد ذلك المغني لطلبة العلم المنتهيين ونقرأ الآن ما ذكره رحمه الله في كتابه في بيان المسائل نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب أصول سهام الفرائض الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى الفروض المذكورة في القرآن كم هي؟ نقول ستة شيخ علي ستة ما هي؟ النصف والربع والثمن والثلثين 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 التي في القرآن ونقرأها في المصحف ونتعبد بها أي ستة ما هي الستة؟ النصف الربع الثمن الثلثين الثلث السدس ستة هذه أهل الفروض نعم النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث وهي تخرج من سبعة أصول والأصول سبعة كل الفروض هذه تخرج من سبعة أصول ثلاثة تعود وأربعة ما تعود يريدنا سؤال كم هم الفروض كم هي المقدرة؟ نقول ستة وأصول المسائل كام؟ نقول سبعة ما هي الأصول التي تعود؟ نقول ثلاثة ما هي هذه الثلاثة؟ ستة واثنى عشر واربع عشرين ما هي التي لا تعول؟ اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية أربعة نعم أربعة لا تعول وثلاثة تعول لأن كل فرض انفرد فأصله من مخرجه وإن اجتمع معه فرض من جنسه فأصلهما من مخرج أقلهما لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير وإن اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر في مخرج الآخر إن لم يتوافق ثم ارتفع فهو أصل لهما أو وفق أحدهما أو وفق أحدهما أو وفق أحدهما في جميع الآخر إن توافقا لأن عندنا النسب الأربعة المباينة والموافقة والمداخلة والمماثلة نعم أو وفق أحدهما في جميع الآخر إن توافقا فلذات صارت الأصول سبعة النصف وحده من اثنين والثلثين من ثلاثة النصف وحده من اثنين والثلث أو الثلثان من ثلاثة والربع وحده وحده أو مع النصف من أربعة أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية إذا قلنا توفي محمد عن زوجة وبنت وعم فيه نصف وفيه ثمن الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف وكلهم في الثمانية فنقول الزوجة لها واحد والبنت لها أربعة والباقي للعم أو الأخ نعم والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية وهذه الأربعة التي لا تعول لأن العولة هذا مهم أيهاد أحباب نقول إن الأصول يا شخص الضيق سبعة أربعة منها لا تعول وثلاثة تعول ما هي التي لا تعول الاثنين وثلاثة وأربعة وثمانية ما هي التي تعول ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين الستة كم تعول أربع مرات والاثنى عشر كم تعول ثلاث مرات والأربعة والعشرين كم تعول مرة واحدة الستة تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة والاثنى عشر ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر إلى خمسة عشر إلى سبعة عشر والأربع وعشرين مرة واحدة إلى سبعة وعشرين فهذه هي المسائل وما هو العول؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصبة فأنا أقول للزوج أن تلك النصف ونعطيه ثلاثة من تسعة ما أخذ الثلث وأقول للأختين للبنتين لكنا الثين والثين وأنا أعطيهن أربعة من كذا أربعة فيكون أقل من النصف وأنا أقول لكنا الثلثين فالعول سيادة في السهام ونقص في الأنصبة نعم لأن العول فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هنا وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه كالنصف يجتمع مع أحد الثلاثة السدس السدس أو الثلث أو الثلث أو الثلثان والثلثان فالأصل من ستة لأن ستة فيها نصف ثلاثة وفيها السدس واحد وفيها ثلثين أربعة كلهم يخرج يعني داخلاتا في الستة فأصلهما من ستة لأنك إذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث صار ستة ويدخل مخرج النصف اثنين ومخرج السدس ستة لأنك إذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث الثلث ثلاثة فتضرب اثنين في ثلاثة تطلع ستة نعم ويدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيه وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من اثني عشر لأنك إذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث أو وفق مخرج السدس كانت اثنتا عشرة وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين لما ذكرنا وتعول هذه الأصول الثلاثة وتعول هذه الأصول الثلاثة اللي هي ستة اثنى عشر اربعة وعشرين هذه تعول غيرها من الأصول لا يعول وهو اثنين ثلاثة ثمانية واثنين ثلاثة اربعة ثمانية لا تعول نعم ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها وقسمته بينهم على قدر فروضهم وطريق العمل فيها أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته ثم تجمع السهام كلها ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها فيدخل النقص على كل ذي فرض يعني مثلا نجمع السهام كلها وعندنا مثلا رجل ترك مال وفيه أحد يرث النصف على سبيل المثال وأحد يرث السدس وأحد يرث الثلث والمال مثلا نقول يعني حصل عول إلى تسعة أو إلى عشرة نقسم المال بدل ما نقسمه على ستة نقسمه على عشرة ونقول للزوج لك ثلاثة من عشرة قال أنا لي النصف خمسة نقول لا أنت لك النصف خمسة لكن عالت المسألة وقالت الجدة أو الأخت من الأم أو كذا أنا لي السدس واحد أبي سدس المال نقول لا لك العشر فنقسم المال على المبلغ أو على الأصول التي وصلت إليها العول ونعطي كل واحد على قدر استحقاقه كما يكون ذلك إذا أردنا أن نوزع مال المفلس إنسان مفلس وهذا يبي منه عشر تلاف ريال وهذا يبي خمس تلاف ريال وهذا يبي كذا وهما وجدنا عنده إلا عشر تلاف فقط نقول نجمع الديون كلها ثم نقسمها على المستحقين يعني ما نعطي الأول لين لو عطينا الأول وحده ما بقيل الباقي شيء لكن بالنسبة بالنسبة الربع بالنسبة الثلث فقد يكون مثلا النصف ولا نعطيه الله وهو مئة ألف ولها النصف ولا نعطيه الله عشرة أو أقل منها وهكذا نعم فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث وفي قسمة مال المفلس على ديونه وهذا قول عامة الصحابة إلا عبدالله بن عباس رضي الله عن حبر الأمة نعم رضي الله عنه وعن أبيه العباس بن عبد المطالب نعم إلا ابن عباس رضي الله عنهما فصل وأصل الستة يتصور عوله إلى عشرة أصل الستة يصل بالعول إلى عشرة يمكن يصل إلى سبعة يمكن إلى ثمانية يمكن إلى تسعة يمكن إلى عشرة ولا يتجاوز العشرة نعم ولا تعول إلى أكثر منها ومثال العول زوج وأخت لأب وين وأخت لأب أصلها ستة أصلها ستة للزوج للزوج النصف ثلاثة نعم وللأخت لأبوين وللأخت للأبوين ثلاثة النصف أيضا ثلاثة وللأخت من الأب السدس واحد بلغت سبعة عالت إلى سبعة نعم وللأخت للأب السدس سهم عالت إلى سبعة فإن كان مكان الأخت للأب أم فلها الثلث وعالت إلى ثمانية وتسمى مسألة المباهلة لأنها أول مسألة عائلة عدثت في زمن عمر رضي الله عنه نعم لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم خالفهم عبد الله بن عباس حبر الأمة نعم حتى خالفهم بن عباس فقال من شاء من شاء باهلته يعني في الحلف أن المسائل لا تعول من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج نعم إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ نعم فأين موضع الثلث؟ زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات عالت إلى تسعة وتسمى مسألة الغراء فإن كانت الأخوات ستا عالت إلى عشرة عالت إلى عشرة وسميت أم الفروت وسميت أم الفروخ لكثرة عولها لأنها عالت بثلثيها فشبه أصلها فشبه أصلها بالأم والعول بالفروخ نكتفي بهذا أيها الأحباب على أن نكمل إن شاء الله في دروسنا القادمة وإذا كان هناك مناقشة فيمكن أن نتناقش وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر